اسم باسام لوكيل ماذا علاقتك بيه؟ باسام لوكيل شخص ها بش قولك العلاقة بتاع باسام انت عرفني وين جايك ماذا بي تحكي لي انت يا واحد باسام لوكيل كان عنده شركات متعددة في تونس وفي سوسا واسفاقس قرر مرة بش يعمل ترنواء كريزو زوتلا في مستير حاب يعمل ترنواء متعكورة لل العمال متعكورة كنت مستدعي المرة اللولة استدعاني غازي بن غزيل فاشقا انت حكم هو ناس كل تعرف اللي مقرب من من يدي سفيقسي انا راني كلمني غازي بن غزيل قالي مختار عنا ترنواء في سوسا معنا يميد بن ناصر معنا موراد بن حمزة وطلب باسام لوكيل سامي اتزافر في الناس هنا وفر لهم سيغازي بن غزيل ثمانية حكام امشينا الحقيقة عدينا ثلاثة ولا اربع ايام امنا الترنواء كرمونا اعطونا فليساتنا وروحنا هذا المعقول هذا العام اللي بعده سيب باسام لوكيل اخذيني هنون شارج قالي اخذ ترنواء انتي من الأول اخذيت عملت القرى عملنا ترنواء يتصور ترنواء ذاية والمقربين من باسام يقولوا لي بربي كنفهم المكانية الشركة الافنانية هزو قلت لهم حتى الترنواء بالدود ما نجمنيش نخدموها عاقليا وفي شركة اخته هيلي هزتها شبا شو يا سيا اخوين ركعتوه الامور ما سينا المال ومشينا الديزاربيتر والحقيقة كمشينا فرح بينا هو شو عنده في مخ وحب يتقرب من الحكام هذوما وانتوما ما تعافوش مسيكنياته ليه وفما حاج اخرى صارت كارثة في الترنواء ذاكا اللي كونه امين بالناصر صارت كارثة ماتش قتله يمين كان فما الامكانية ما تجيش للفينال اكيد قال ليه نزفر معك نسيرش ما عندي حتى مشكلة يا اخوين وتخلل غاديك اتعرش ما عنها هذيك اللي هو صار وقتها ايقاف اللي ترنوها في العوامل بعد اللحظات اللي صارت ان بعد اخذيتو فلوس اكثر من اللي تاخذوها اكثر من اللي تزفر في ماتش في النسيونال ستمائة دينار لا ستمائة نحن ستة اعطانا ثلاثة ملين وستمائة اعطاني الشيك ليا انا قسمتو مع اللي زاربيتر ستمائة دينار انا مش اقول حد شيء انتي كيفاش تفسر بالله هذا ما عندي او لايش ما عم يخي طوديع الجريمة عشري فما ترنوها تبع الوكيل وهم عاقب حد عاقب كان امين بالناصر خاطر وره وجهه في الوضعية هذي كاكهو اما بقي عادي وانتي اخذيت الشيك اي خذيه بخلاف ستمائة دينار لا 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 ما خذيت الشيك بسبعة ملين لا 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 اللي اعطاني غلطني ماذا لا لا غلطك لو لا تحاضرين وباسمها وعيش رو باسم الوكيل مش مش جره ويبدأ يفرني في فلوسه باسم الوكيل تتفاهم معه تكون فلوسك موجودة باسم الوكيل كان العام اللي قبلو اعطى اعطى ترواسن تابلت العام اللي بعد قتلو رو لزاربيتر قالو لك ماش نحبك تابلت اعطينا فلوس شنو كاذا كاذا اعطينا السوم سبعمائة ولا سبعمائة وخمسين موجودة انا مراد بن حمزة وامين بن ناصر والاولاد كل جميع تونسي اللي يزفروا في المقابل شنو المقابل بخلاف انك متشد المقابل مش هدينه وروحنا اما هو شفتم بعد بعد عادة سمعني وعد عام الفورتين باش تكون ناثكة منو انتي سمعني هو شفته كل سلام سيباسام مع سلام سيباسام باش تزفروا في الطيب الميري ويدخل يسلم عليك ارباح اللي كونو يعرفك شخصيا هذا واقع اي شنو بعض باقي هان ينفصل لك انا ركي تمشي تزفر للسي اس اس ركي تمشي تزفر للسي اس اس اقل حاجة كونو تعطيها تعطيها حقك حقها ما انا مش تعطيها حقها بس يفعليك حتى لو كان ما زفرت شمي تزفر في طيب الميري ارى وزيدة طيب الميري انت صعب ما تدخلش فيه هال معقول هاذا ليه عندما نتجمش انت اللعبية تدخل معقولة غير معقولة اذا كان وقعنا ما هو المعقول والجماعية اللعبة بالسي اس 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 ما هو ذنبها ما هو السي اس 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 بكش هالرئيس ايكم دراقز لديه الدعم والله ليه يميغذ خلال شراء بس يومي وقته هو الفاتح الناس يومي ا تصرف وقتها لا يجب عليها حقيقة ما مأخذيش حاجة كبيرة من سي اس 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 انا عملت هنا مستير و سي اس اس في المستير و ظفرت له في الاربعة و تسعين دقيقة بيلانتي مستير واضح هناك من تجامج من تجامج جيني معنا بستميد دينار ما نقول لك أنت عندك شيك اخر لا والله لا والله أنا حرف بالله والله العظيم بس سام الوكيل راو صاحب مبدأ يقول لك أنني مش نعطي راو استميد دينار باين وقتها راو باين باين راو يكلموا فيها إذا ربيتها راش ما نجيش قلتوا راو ستة وصهي كلاسية سكرناها خذهم هو ونشارج ما فيهم أنا قال اشتحب نعطيك ثلاثة ملايين وستمائة مدل العباد بالواحد قال لي لا يا راني ما نجيش نعطيك شيك لك أنت مدلي شيك سبيته مدية للعباد هذا مستمليين وكان مدلي ثلاثة ملايين وستمائة وعشرة راني قلت لك توا